السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله في المقطع ان شاء الله راح وريكم طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي في هالحالة اللي هو الوسبر.AI عشان نحول اي مقطع صوتي او فيديو من صوت الى نص الناتج راح يكون يا اما ملف نص فيه بالضبط الكلام اللي نقال خلال المقطع بجودة عالية مرة او ترجمة تقدر تستخدمها بملفات الفيديو حقك لو مثلا على اليوتيوب او اي مكان تقدر تستخدم فيه الترجمة الاداة هذه حاليا مجانية فيه عدد لغات كبيرة ممكن نستخدمها عشان نضبط مكان استخدام البرنامج او الAI هذا لازم يكون عندنا environment او بيئة لاستخدامها فعشان ما نثبت اي برنامج على الجهاز حقنا لازم يكون عندك google account google account مجاني طبعا ننشئ الاحساب بعدين الان نروح لصفحة google الاساسية هنا فوق نروح للgoogle drive نضغط على google drive بعدين هنا فوق سار نضغط new مور بعدين هنا connect more apps تسوون البحث عن برنامج اسمه colaboratory google colaboratory وتسوون الانستول بما انه مثبت عندي من السابق مكتوب عندي installed هنا فوق لكن انتو بتحتاجون تثبتونه طيب بعد التثبيت نصعد هنا فوق على new نضغط more google colaboratory هنا تضغط عليها الان راح ينشأ لنا ملف جديد بنوع google colaboratory وهنا راح يعطينا الاسم اللي نبغى نحطه عشان نقدر نرجع له في المستقبل فمثلا هنا انا الان بس الميتست وبعض الخصائص اللي نغيرها هنا فيه runtime change runtime type بعدين هنا نحط على ال gpu عشان ممكن تحتاج اذا ملفاتك حجمها كبير مرة ال gpu راح يساعدك اوكي بعدين نضغط save والان عشان نثبت ال whisper ai راح اعطيكم الكود في الوصف تحت او بامكانكم تروحون تجيبونا بنفسكم من موقع whisper ai الرسمي اللي ايضا راح احط لرابط في الوصف تحت طيب اللي هي هذول السطرين عشان يسوي لها install من ال whisper.get لا يخوفكم شكل الكود لان كل شي بيكون جاهز ان شاء الله فبس انتو اغلب اللي بتسوونا نسخوا لصق بعد ما نسوي لصق هنا نضغط على علامة run ونستنى شوي راح يسوي تثبيت لل whisper dot ai اغلب الاحيان بياخذ مثلا 30 ثانية الى دقيقة يسوي تثبيت لها بعدين هنا تضغطون على plus code والان اذا تابون تشوفون كل الخصائص اللي موجودة في ال whisper يا ان تروحون الصفحة الرئيسية على ال github او هنا تكتبون whisper slash h بعدين تضغطون على run راح وريكم جميع الخصائص الموجودة في ال whisper اللي تقدرون تعدلونها زي ما تبغون انتو طيب فمثلا هنا عندكم اللغات الموجودة الخصائص المختلفة اللي تقدرون تستخدمونها وتقدرون تمشون عليها واحدة واحدة لكن بما اننا ابغى ابسط شي الان فعندي مقطع صوتي على سطح المكتب ابغى احاوله من صوت الى نص هنا لو تشوفون علامة الفايلز تضغطون عليها الان كل اللي تحتاجون تسوينا تروحون لسطح المكتب وتتحبون ال audio file حقكم او الملف اللي تبغون تنقلونا الى نص وبعدين تسحبونا هنا تضغطون اوكي والان نرجع الى الصفحة كاملة قبل لا نكمل اذا تشوفون الشرح فادكم لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب خلينا نكمل بعد ما يرفعها الان تقدرون تكتبون وصفر بعدين تفتحون كوتيشن مارك وتكتبون اسم الملف فانا الان عندي اسم الملف اللي هو هذا مثلا نضغط rename نسوي copy اذن نسوي paste لازم نتأكد انه يكون الاسم نفس اللي هنا فوق بالضبط فنحط ال .mp3 ايضا بعدين هنا نحط مسافة نحط داشين model بعدين هنا تحددون بالضبط ال .quality او الدقة للبرنامج اللي انتو تبغونه فمثلا هنا الان لو تصعدون الى فوق اللي ضغطناها slash edge زي ما تشوفون الدقة المختلفة الموجودة عندنا مثلا tiny انا ما يهمني الدقة مرة ولكن ابغل ملف صغير او هنا مثلا large انا شوف الدقة المناسبة اللي ممكن نجيب لك كل شيء اللي هي ال medium ونروح نكتبها تحت عشان ما يكون حجم الملف المخرج كبير مره فاحب model medium بعدين الان اضغط run code زي ما تشوفون الان قاعد يمشي على الدكومنت اللي عندي وطبعا اذا حجم الملف كبير مرة ممكن تاخذ فترة شوي خلوه يمشي على الملف واستنوا شوي شوفوا الان المخرجات اللي طلعت عندنا اللي هي يقول لك ترى ممكن استخدم الى اوة ثلاثين ثانية عشان اشوف اللغة اللي عندنا طيب لكن نقدر نختصر المشوار هذا بانه نضيف dash dash language وبعدين نحط ar اللي هي العربي من هنا زي ما تشوفون نقدر نحط الخاصية هذه اللي هي dash dash language ar عشان من الاخير نختصرها انه هذي باللغة العربية بعدين الان يمشي على النص قال شوف اول ثانيتين بلت السلام عليكم والى اخرى هذي تراجعونها والان لما خلصنا زي ما تشوفون عطانا مخرجات هنا على اليسار انا العد ما انزل الى نوعين اللي هي dot srt وال dot text dot srt لو نسوي لها الان download وال dot text ايضا download عشان نحتفظ فيها ونستخدمها في المستقبل dot srt نقدر نستخدمها للترجمة في اي مكان على اليوتيوب لو ترفع الملف هذا رح يمشي على المقطع حقك والدقة تكون ممتازة لكن ايضا تحتاج تراجع احتياط لو في كل من سمعت غلط طويلة اخرى هذي تكون من هنا وال dot text ايضا زي ما تشوفون لو تفتحون dot text رح يعطيكم text file فيه جميع الكلام اللي نقال خلال المقطع هذا وزي ما قلت طبعا بهذه الشياء دايما افضل شي انكم تمشون عليها تتأكدون ان جميع الكلام من كتب صحيح وهذا كان بالنسبة للوسبر دات اي اي يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسون تسوون like و subscribe وهذه بعض الشروح اللي ممكن تنفعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر